مجلس العمال المصري الإماراتي اتأسس من حوالي سنتين تقريبا وكان فيه منتدى للساسمار الإماراتي المصري في ديسمبر 2019 وكان بداية جميلة جدا 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 كان وقتها الجانب الإماراتي لسه لم يشكل بعد جائحة كورونا للأسف في أوائل 2020 فحصل تجميد للأعمال عشان التباعد الاجتماعي وما فيش سفر وكده وبعدين من حوالي ثلاثة أسابيع سفرنا للإمارات المجلس المصري الإماراتي لأن في الوقت ده تم تشكيل الجانب الإماراتي من المجلس الأعمال وكانت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نبين جامع موجودة وحضرنا أول اجتماع بين المجلسين وكان اجتماع جيد جدا وتعرفنا على الأعضاء الإماراتيين فمن ناحياتنا كانت لقاء جميل جدا سمعنا منهم مباشرة إيه تطلعاتهم للإستثمار في مصر وإيه الحاجات اللي يحبوا يشوفوها والحقيقة إحنا دورنا إن إحنا نعظم استثمارات الإماراتية في مصر وده دور المجلس الأساسي وحل المشاكل الموجودة مع المستثمرين الحاليين المستثمرين في مصر من الإمارات ومتفائل جدا 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 لأنه العلاقة اللي بين البلدين دي علاقة أزلية وعلاقة من قديم الأزل بين الشعبين ولابد إن إحنا نكملها إن يبقى فيه استثمارات متبادلة بل في الحالة دي لازم أقول استثمارات إماراتية أكتر لأنه بالطبيعة هم عندهم القدرة على استثمار أكتر ومن هنا عندي تفاعل كبير جدا إن في المستقبل القريب إن شاء الله إحنا كمجلس أعمال مصر الإماراتي حنقدر نعلن عن استثمارات جديدة للمستثمير الإماراتيين في مصر بإذن الله